زي ما تكلمنا عن الصحة والرشاقة حابيني تكلم عن الجمال والاناقة والميكوب المناسب في الجامعة والشغل في الصهرات والحفلات كل ده عنا عرفه من الجميلة خبيرة التجميل ايفت ايفت زيك عاملة ايه منورانا مبدئين كده عايزيني نعرف يعني ايه ميكوب يعني امتى حط ميكوب الصبحة امتى حط ميكوب الليل في الصهرة بيختلف عن الجامعة عن الشغل ايه هو طبعا الموضوع طبعا هو كله تحت بند ان الانسان لازم يختار او البنت لازم تختار الحاجة اللي هي تنسبها ممكن انا اعمل ميكوب بس هو مش لايق علي فلازم انا احاول طبعا اول ما اعمل حاجة اخد رأي الناس ابتدي اشوف يعنيهم هل ده حلو ولا مش مناسب لي فدايما ابتدي دايما بالحاجة الخفيفة الناس قلتلي اوكي تمام حلوة ابتدي بعد كده واحدة واحدة ان انا ابتدي عايزة اتقل في الصورية في مناسبة قوية لكن دايما انا احب الميكوب اللايت لان هو بيبين جمال البنت اكتر وفي نفس الوقت ما بغيرش ما لمحها فعاماتها المنت لما يكون نازلة جامعة ونازلة الصبح الميكوب الديلي ان احنا المفروض نعمله ان هو يبقى حاجات خفيفة لان هي لو فضلت تحط كل يوم حاجات قوية اولا هيبوز بشرتها تاني حاجة علوم جويرة على الوقت الطويل هيبقى هتعجز وهتكبر بدري بيبقى كتير قوي الصبح ده فبيبقى زي صوي يعني راحين الجامعة بيبقى حطين ميكوب كتير قوي زي الصورية بالليه لما بيبقاش فيه فرق يعني حابين نشوف معاكي مثلا حاجة كده لو هتولينا ميكوب لايت ممكن للشغل او للجامعة حاجة كده نبص عليها تبقى نبتدي بايه ايه اهم الحاجات المفروض تبقى موجودة عندي في الادوات ميكوب حاجات دي لازم عايزين نعرفها مظبوط كل الحاركة بتقولي ده مظبوط جدا بس طبعا مش شرط البحث تكون على ده حاجات ميكوب بروفيشنال قوي يعني ممكن تبقى بنت بسيطة عايزة تحط ميكوب ممكن بقى أقل الأدوات وماتيريال بسيطة جدا تعمل ميكوب تعمل ميكوب بشكل حلو معنا الموديل الجميلة نادية احيك تفضلي يعني كده اوكي نادية من البنات اللي هي وشهاها جميل انا بحب وشها وشهاها رقيق وسيمبل احنا ممكن نقول ان هي مثال بسيط لأي بنت شكلها مصرية بالزبط كده احنا مش شرط بكون لازم تكون ملفتة قوي عشان الخطر بنقول الميكوب هيبان عليها لا احنا ممكن من أقل حاجات بسيطة ممكن نبتزي ونظهر الجمال اللي في الشكل يعني بكل شكل ليه جماله فاحنا بالميكوب بنبقى عارفين الجمال بتاعنا هيظهر منه كده حاجة بتحطي ايه دلوقتي؟ بسيطة مثبت خفيف للميكوب الصبح بس مش شرط ان انا احطه انا ممكن ما احطهوش خالص بس انا لو هعطهولي اليوم وقت طويل جدا برا فبيبقى لازم احطه عشان يستمر معي بالضبط كده يعني فيه ناس بتبتزي الوش كله وفيه ناس بتبتزي العين هي عمتا مش يعني مش خطة لازم الانسان يمشي عليها بس ممكن نعمل كده يعني طريقة برضو تكون سهلة لان انا الصبح لو نزل الشغل او الجمعة ببقى عايزة طريقة سهلة وحلوة انا حب ان انا ابتديت للناس اللي هما لسه ما عندهمش فكرة خلصة عن الميكوب دمين على اساس هما لو حطوا وطبعا الصبح بادري قبل ما ينزلوا ما ياخدوش وقت فطبعا غازبا عنهم فيه حاجات هتقع منهم على وشه فانا هبتزي ان انا اعمل للعين بس ارسم العين عشان العين هي اللي هتخلي معي الوش ابتدي ان انا مجهدهوش قوي فانا انا اقعد احط حاجات وامسح وريموفر واجهد العين والوش وهي هتتدايق او انا لو بعمل ميكوب لحد ما حبش اللي تحت ايديا حس بالوقت يعني لازم ايديا فيه ويكون فيه مست كتير وكلا بالزبط اعوزها حاجة انا حطيت بيس خفيف كونسيلر هنبتزي دلوقتي ممكن ارسم الحواجب وممكن اخليها للاخر بس انا هرسم العين الاول تاني 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 بتبقى اهم حاجة في الوش يعني هيا اللي بتظهر برضو جمال بالزبط انا هي بشرتها خمرية او ميلة للامحية شوية تاني فانا هعمل الالوان اللي هي النود اللي هي تمشي على اي بنت وفي نفس الوقت ما تكونش قوية تاني طيب معنا فاصل سريع ورجعين تجميل الجميلة اي فت تفضلي حاجة كميل لنا بقى كنتي بتزباطي العين انا هنرسم الوان نود تمشي على بشرتها وفي نفس الوقت لو هي الصبح رايحة الجمعة تبقى الوان هادية مش ملفتة ايه تاني ويفضل يعني الصبح دايما ما منحبش الالوان اللي فيها شاين شوية تبقى مط مايبقاش فيها اللامة اه ازاي بعرف ان الالوان دي لايقى على البشرة دي او الالوان دي بالتعاوذ يعني بالخبرة ان انا بحط اللون ده بشوفه حلو علي او رد فعلي الناس علي بالزبط ده بالخبرة وكمان المفروض كل بنت بتعرف ده من خلال ان هي تتعامل مع نفسها وتشوف ايه الالوان المناسبة ليها اه وتتشوف يعني كل البنات بتحب تخش على اليوتيوب وتتفرج على ازياء وموضة فطبعا من خلال البنت بتشوف يعنيها بتشوف كتير بتحس ان البنت دي صامرة دي شبه هي هتليع عليها ولمش هتليع عليها دي طبعا بتفرج هنحط ايه دلوقتي اه نكسد بس الوان كده خفيفة بنزهره بس بطريقة سامبل بالزبط ده كده جميل جدا ورقيق وده كده ينفع للجامعة للشغل آآ خروجة خفيفة يعني من الصهرة او حفلة بالزبط انا كمان يعني وضحته شوية بحيث ان هي لو قعدت بيه طول اليوم في الجامعة آآ مايبقاش الموضوع معها بالزبط هنحط حاجة خفيفة بس ده يعني لو مش مستحب بلاش بس انا بحطه بحيث ان انا اوري البنت برضو ازي هي بتتعامل في الميكب بتحط ترسم عينيها كاملة بس ده انا مش بتكلم عليه الصبح بش لازم ده الصبحة بس تتحطها عشان تظهر جمال العين بالزبط ده لايت تحت العين بحيث ان هي اول ما بتفتح عينيها يبقى فيه ميكسد في الالوان هو فعلا فرق يعني هو فعلا بيهدي جمال العين بس طبعا لازم بيتسيح بطريقة بروفشنال شوية عشان مايبانش ان فيه ناس بتحط بلاقيه حتى فاتح وقفويت وقفويت في الاخر ما بيبانش حاجة في عينيها بس بيبان جمال في العين بالزبط هي بالنسبة لناتزيح يعنيها طبعا فاتحة فاحنا هممكن نعمل حاجة ممكن نحط لها اسود اخسياري وممكن نحط لها ابيض بس طبعا الابيض مش بتحطه مع كل الناس الابيض بحطه للعين اللي شوية حاكمها مش واسع او ديق فبحط لها ابيض بطريقة مون العين نفسها مش الجافة لا جوه العين نفسها بحط لها بطريقة خفيفة جدا بحيث برضو مايبقاش قوي طب هو لون العين بيفرق معي برضو في الميكل اه طبعا انا لو واحدة عنيها اسود نوي او محبش ان انا حط لها خالص ابيض او افويت لان بيبان شكله مش ناترال في حاجة مستفزة بتبقى في العين شوية اه مش ليقين مع بعض بالزبط لكن هي ترمع اوكي عنيها فتحة هحط لها لون جوه عنيها فتح بيمشي مع الضرجة بتاعت لون عنيها وطبعا بيرجع بقى لون شعرها ولون بشرتها وهي لابسة ايه كمان اه كمان بيبقى فيه تناسق الالوان كلها مع بعض بالزبط انا للوقت كده شبها عملت تحديث خفيف وممكن ارسم الحواجب رسم خفيف قوي ومش لازم نبتدي بالحاجب اللي نبتدي به من عند الراس عشان مايبقاش باين ان هو متحدد قوي اه او باين انها مستنع عايزينها طبيعية بالزبط للوقت الحاجب بيترسم بطريقة كروكي سريعة جدا اه مش باين ناتورال قوي باين شكله طبيعي ممكن نتقله شوية لو بالليل بالليل اطبعا اه وطبعا اختيار لون الحاجب الشادو بيفرق جدا في شكل التوتا للعين مع الميكاب ممكن حواجب يبقى لونها اسود وعملها بلون بني يعني هي اصلا اسود حددها بلون بني اه ينفع ولا لازم من نفس الدرجة لا مش لازم لانه حاجب يسودة وجيت حددتها باسود هتبقى داركي جدا فمش متطبيعي ان هي اول ما حد يبص في وشك هتبقى ملفتة اول يحس ان حواجبك شكلها ملفت لأ انا ممكن اعمل دارك براون او براون على تشوكلت شوية فلما يجي على الشعر الاسود ليه حاجبها الطبيعية يبقى شكله مكسد يعني مايبقاش منظره ملفت اول بالزبط اكيد مرتبط بلون الشعر يعني ماينفعش ده اسود ده بني بالزبط كده هنحط ايه دلوقتي انا هسرح الحواجب رانضم كده بشكل عشوائي يعني دي هنقول مسكرة وتكون تفضل يعني هي لو هي خفيفة المسكرة مش تقيلة اه هي بتدي تقل شوية دي وتدي فوليوم للحاجب اللي من على بعد يحس ان حواجبها فيها شعر كتير بس طبعا يعني مش كل الناس ممكن نعمل معهم كده اللي حواجبه تقيلة قريدي ما بنعملش الحركة دي ولو هعملها بالضبط ولو هعملها هعملها بمسكرة فاضية خفيفة جدا مش باينة معي مداخلة دعاء تفضلي اعلى مصر انا ممكن هكلم الأستاذة هبقى بتجميل زي نور تفضلي معيك لو سمعتك انا عندي استشارة بس معلش تفضل هيا سمعيك بس عليك اعلي صوتك شوية قلت عايزة حدثك بس اسألها ان انا تحت عينية هي هلات سودة كتير تمام اوكي وانا مش عارف ايه اسبابة معيني ما محطش ميكاب خالص هلات سودة كتير تحت العين هم تمام لكي سؤال تاني لا مدخي رب ناشا لكي شكرا اسماعين دلوقتي عندها هلات سودة كتير تحت العين عايزة تدريها بالنسبة لان هي الهلات السودة لو انت عايزة حاجة طبيعية تكفر الحاجات دي طبعا بترجعها الدكتور بتعملي طبعا تحليل بتاعتك بتشوفي سبب الحالات السودة هل ده مثلا صهر انيميا الحاجات دي طبعا دي بتفرق جامد جدا اذا كانت هي اه يعني كديمة ولدي حاجة ايه مؤقتا ايه حاجة عندك مؤقتا ندريها دي في الميكاب دالا انا هعمله دلوقتي سحاري خليك يشوفيني اه عاملها لك بطريقة بسيطة جدا طبعي وهتشوفيها بتتعامل ازاي هي دي بس كتير لازم تبقى راجع للنقص فيتامين في الجسم او حاجة ولا ممكن تكون وراسة مثلا ممكن تبقى عوامل وراسية لو هي معاها قريدي لو عندها حد في العيلة كده اه الصهر مسلا ماحطيتها ايه حطيت فندتين قوي بس انا مش هحطه على الوش كله انا بس اوريت جزء بسيط كده ازاي انا اعمل كنتير سريع كنتير تعبرها المعنى بتنحتي بالوش وتبيني بالملامح يعني ما تحزيع يعني تم نظام عصى بترسم الوش كله تعمل كنتير صحه بردو بس انا هعمله بقى اقل حاجة بس دي الاي ويش ولا لو كبير بس لا blue blue pro Для may or رفعية مثلا انا عايز اتخانه يباني ان هو تخين شوية فبنحط حيطة معينة عشان يباني ان هو العظم بتاعه عريض واعمل واحدة مثلا منخيرها شوية مسحوبة مثلا هي مثلا نادية منخيرها جميلة منخير المصريين هنعمل ايه? احنا قريدي دلوقتي فتحت عندها الجزء ده غمقت هنا احنا عشان انها تلعب نبتاع الوش وبعد كده هبتدي اغمى اللاين ده بس انا عشان هعمله بطريقة بسيطة متبقاش معقدة للناس هبتدي اعمل ميكس اللي انا عملته دلوقتي انا عايزة بشرتها شوية تون برونزاج مع اللي انا عملته ده فهدي ادي هيلايتر خفيف كده مم تمي اللي أنا بعمله ده ده فتح على بشريتي أنا هعمل إيه دلوقتي أنا مش هعرف أنه أحطه لا أنا عندي حطيت 3-4 درجات في الآخر لكن أطلع منه درجة بتمشي على وشي ده في حالة أن أنا هنا عايزة أنحط الوشي من الجنيب طب لو واحدة بقى مثلا وشها مليان ممكن أنحطه أنه هو يبين أصغر دايما الوشها مليان بنحاول نلحط الحتة اللي هي بينا قوية أو كثيرة شوية في وشها وده دايما بيكون الخضوط أو لو هي عندها هنا الخضوط قوي ده اللي بنلحطه زي دايما الناس هنا عندها بتبقى شوية اللي هما وشوهم مليان بيتقالن الحتة زي الرقبة دي بتبقى نازلة فيه ما فيش فاصل فدي بيضيق ناس كثير قوي ففي الحالة دي بنغمى الجزء أي حتة ببين كبيرة بنحاول أن نغمى حتة معينة فيها مثلا كده نزل عملنا لها وشها كده تاني برونزاج خفيف ده حطته في البيز كده في الأول ده حين عشان الصبح طبعا هنحط بيز أو فوندتان خفيف جدا جدا ليكويد معايا مدخلة ايمان اتفضلي انقطع الاتصال حولي مرة تاني ده طبقة خفيفة جدا مش بتغطي ولكن بتدي رفلكشن بسيط انتها يلي احنا كده ده كده لو كده الصبح يعني هيبقى كده قربنا نخلص يعني بالضبط انا كمان يعني انا مدي خطوات اكتر من الصبح عشان لو بانتها تتعمل باللي وممكن تزود وتتقل شوية بالضبط يعني الموضوع ما يبقاش صعب عليها احنا معنا خمس دقيق وللأسف الوقت الجميل بيمتهي بسرعة بس ان شاء الله لينا لقاءات تانية بإذن الله انا حاول اوري البنوتة اللي كلمتني من شوية ازدي اغطي التحت العين ده مهم جدا التحت العين دايما بتغطي بأورنج وفوقي الكونسيلر بتاعه فده ده تحت العين أورنج أورنج الناس كتير هتخاف من النقطة دي بس في الناس يعني بطريقة بدائية كده بيعملوها بألم روج اه اه بتدارة بتدارة يعني انتو شفت الاول هي كان عندها ايه عيم ودخلة رانا تفضلي أه السلام عليكم تفضلي عليكم السلامة وبركاتي اه بعد بقتنا حبيبكم انت عايز سادل على الحاجة تفضلي اه انا بس كنت عايز اعرف اه لو انا مثلا سارجة الصبح الميك او ببقى مختلفة عند الليل ولا نفسه وعايز اعرف كريم نوع كريم اساس كويس كريم نوع ايه نوع كريم اساس كويس نوع كريم اساس كويس طيب شكراً تسمعين فضالي هي عايزة تعرف ميكاب زي ما كنا نقول الصبح يعني تحط إيه مختلفة عن بالليل تحيق لي زي ما نسأل زي ما احنا كده لو كنت طبيعت الحلقة بس معلش من الأول بس الطريقة السريعة كده هو طبعا ميكاب الصبح بيكون هادي جداً الألوان مط خفيفة ما بيكونش فيها حاجات أوفر لكن بالليل طبعاً بيبقى أقوى شوية عشان مناسبة وكمان الإضاءة بالليل بتكون أقوى فمحتاج أن أنت تقلي الميكاب لكن الصبح أي طاطش بتعمليه ببن جداً وانت نازلة هي عايزة تعرف كريم أسهل سيكون كوي في أنواع فندتان كتير في السوق كويسة جداً بس يعني مش هنعرف نقول أو يعني أنا مش هقدر أقول برندات لأن في برندات كتير كويسة جداً ونكحة هي تروح مثلاً مكان في مثلاً مستحضرات تجميل هيختارولها حاجات كويسة ومناسبة بشرتها جداً أنا طبعاً هايليتر بس طبعاً ده مش للصبح ده هيبقى باللين بس إحنا بنوري يعني كويس إحنا كده عملنا مبدئياً ده كان الصبح ولو حابين نزود ممكن نزود التطشاط الأخيرة دي باللين بالضبط هطلع لي بستيك كده سريع طبعاً أنا اختصرت جامد إن شاء الله هنبقى مع بعض على طول ونبين كل مرة كده ميكاب مختلف ميكاب سوريه هيبقى عامل إزاي ميكاب عروسة المعزومين هيبقى مختلف على العروسة الكلام ده كله إن شاء الله هنبينه مع بعض من الفترة الجاية بإذن الله إحنا كده ابتدينا يعني اللي هو إيه وإحنا لسه بتحاول أول مرة أحط ميكاب يعني ألف بكده أحط ميكاب مش حد متمرس ده برضو خفيف لو أنا حبيت إن أنا بالليل ممكن أتقله شوي أو أغير اللون لأتقل شوي صحي كده؟ بالضبط وإحنا بنتحكم في اللون بإيدينا حسب يعني البشرة بالضبط كده متهيقلي دي كده آخر خطوة يعني طبعا أنا محطتش الحاجة في العين مسكرة بس طبعا بنصرح الرموش أنا محطتش أيلاشيز بس هنتصرح المسكرة خفيفة كده طيب سريعا عشان وقتنا خلص ميكاب رقيق جدا وجميل ولايق على بشرتها ممتاز بصراحة طيب هل خلصنا وصلنا لآخر فقرتنا وزي ما انتم شايفين كده الميكاب جميل ورقيق ويمشي الصبح الشغل أو الجامعة وإن شاء الله في حلقات تانية وهنوضح فيها كل مرة عن خطوة جديدة وشكرا لخابرية التجميل لقابة عبدو وناديا شكرا جميلة ما شاء الله عليك إن شاء الله إلى اللقاء في وقت آخر